من الآب والابن والراحة لقدس الإله الواحد أمين الإصحاح الرابع ولو نلاحظ بادي برضو بسؤال كيف وكأن الإبن الضال بداية مشاعر التوبة بتتحرك جواه بسؤال كيف زي الإصحاح الأول والتاني ودي الإصحاح الرابع برضو تبدأ مشاعر التوبة تتحرك جوا الإنسان لما يسأل نفسه أنا إزاي وصلت لهذه الحالة فهنا مشاعر الإبن الضال بتقول إزاي الدهب اللي جوايا الخالص الكثير السمن اتغير كده إزاي تقصرت الحجارة بتاعة هيكر ربنا اللي جوا قلبي وبقت منثورة في زوايا كل الشوارع كل فضيلي اللي قعدت ربيهم سنين اللي كانوا موزونين بالدهب النقي إزاي دلوقتي بقوا عاملين زي أبريق خزف عمل إيدين فخاري سهل الكسر ده ممكن كلمة واحدة تخلي الفضيلة اللي جوايا تتحول لرزيلة وتشككني في جمالها أو حتى قيمتها زمان كنت أعتبر الفضايل اللي جوايا دهب كثير السمن دلوقتي من السهلة حتى حدي يشككني في قيمتها وقوتها حتى الحيوانات البرية الوحوش اللي بتعيش في الأراضي الخاربة بتعرف تردع أطفالها أما أنا فإرادتي مش قادرة تقوم معايا وتشجعني على الفضيلة زي زمان إرادتي بقت عاملة زي النعام اللي لما يلاقي العدو جيله يصيب البيض بتاعه مدفون في الأرض ويطلع يجري لسان الطفل اللي جوايا زي ما يكون لزق في حلقه من كتر العطش من كتر احتياجه لكلمة ربنا وأنه مش لقيها الطفل اللي جوايا هذا البريء بيسأل عن الجسد والدم اللي كان بيتناولهم زمان مش لاقي حد يقدمهم له أنا اللي كنت باكل زمان أكل فاخر دلوقتي أنا هالك في الشوارع اللي كنت متربي على لبس الملوك القرمز الأحمر الداكن دلوقتي عايش وسط المذابل وسط خرنوب الخنزير حاسس إن في عقاب هيتوجه لي حاسس إن خطيتي هتوجه لي العقاب زي ما ربنا وجه عقاب زمان لسدوم أنا بقيت زيه زي ما تقلبت في لحظة أنا كمان شاعر كأن العقاب جيلي لإني أنا أستحقه بيقولولي ده خوف مش حقيقي ده تهيئات ربنا حنين مش عارف أصدق ودايما حاسس إن في عقاب جيلي زي ما ربنا عقب زمان سدوم أنا كمان أستاهل زي ما هي انقلبت في لحظة أنا حاسس إن من غير ما يلقى علي أيادي أنا برضو هينلني العقاب أصل القدسين اللي كنت عايش وسطيهم كانوا أنقياء قلبهم أبيض من التلك وششهم باين عليها البياض زي اللبن وأجسامهم مليانة حيوية زي المرجان الأحمر أجسامهم كمان زي اليقوت اللي لونه سماوي لأنهم بيتطلعوا للسماء أكتر من الأرض لكن صورتهم دلوقتي في ذهني بقت شاحبة مش شايفها بقت متغطية بالسواد ما بقتش قادر أتعرف على شكل الكدسين بتوع زمان زي ما يكونوا يابسوا زي الخشب في ذهني وما بقتش أفتكر لا سيرتهم ولا معجزاتهم ولا فضائلهم يا ريتني كنت موت بالسيف سيف الاستشهاد أو حتى الموت الطبيعي أفضل من أني أفضل كده واموت من الجوع الروحي لأن اللي بيموت من الجوع الروحي بيموت موت بطيء لأن الحقل بتاعه ما بقاش فيه ثمر من ثمار الروح الكدس أنا مش لاقي ولا ثمرة ده حتى الحب الطبيعي والرقة والوداع اللي كانت فيها دلوقتي أصبحت قساوة بقيت شبه الست اللي بتقول إنها حنونة لكن بتاخد أولادها تطبخهم عشان تكلهم أنت يا رب بتسكو بغضبك على الخطيئة وأنا فاعل للخطيئة فحاسس بغضبك كأن نار اشتعلت جوه قلبي من خطيئته عمري ما كنت تخيل أني أوصل لهذا الحال عمري ما كنت تخيل أن العدو والمبغض يدخلوا أبواب قلبي ويطردوا الكدسين والملايكة والآيات اللي كنت حفظها ومخبيها جوايا عارف يا رب ده ابتدى ليه؟ لإني أنا بنفسي طردت كلماتك من قلبي من زمان أنا اللي طردت من جوايا سير الكدسين وفضائلهم وبطلت أفكر فيهم زي ما كنت قتلتهم بعد ما كانوا عايشين جوا قلبي فأديت لطخت بدماغهم وبقيت عامل زي النجس اللي مش قادر يلمس بأيديه ثيابه بقيت شبه الراجل الأبرص اللي مليان نجاسة اللي ماشي أقول للناس ابعيدوا عني ابعيدوا عني ما تلمسونيش يا حسن تتعيدوا مني أنا وصلت الحالة أشفق عليكم إن انتو توصلوا لها أنا خلاص ما ينفعش أرجع عسكن وسطيكم وسط الكنيسة وجه ربنا فعلا ضد الإنسان اللي يطرد كدسيه وكلام كتابه من قلبه وبالتالي كأن ربنا ما بقاش ينظر إلي ما بقيتش عارف أرفع وجهي للكهنة أو أسأل الحكمة أو أخد إرشادهم ما عنديش المال إني أدخل كنيستك وأعد مع أب باعترافي زي زمان تتخيل يا رب بدور عالتوبة مش لقيها أنا في خطيتي عامل زي إنسان منتظر معونة من أشرار مع إن الأشرار طبعا خائنين ومعونتهم بطلة برجهم مش حصين وما ينفعش أضحك على نفسي وروح حتمي فيه دول أول ناس هيسلموني ده أنا لما بفكر بس إني كون عندي ملامح توبة يحط قدامي في خاخ ويسقطوني في الخطايا تاني عشان معرفش أمشي وأوصل للكنيسة يظهر أيامي قربت على نهايتها خلاص قد أتت الأشرار وأصدقاء الخطية بيترطوني بسرعة أخف من نصور السماء بيجروا ورايا في الجبال بيحطولي في خاخ في البرية يا رب يسوع المسيح ده إنت النفس اللي بتنسمه ده إنت سبب وسر حياتي إزاي اتخذت مني وكأنهم أخفوك في حفرة أنا اللي وانا صغير قلت إني هعيش في ظلك طول العمر دلوقتي تختفي وأفضل أنا وسط الأمم فرحنين قوي يا أصدقاء الخطية اطربوا وافراحوا إنتوا فاكرين إن إنتوا هتسكنوا منطمئنين إنتوا كمان هيمر عليكم كأس الشر وكأس الخطية هتسكروا وتتعروا زي بالزبط أما أنا فأنا ابن الربنا مش هيسبني مش هيسبني في السبي اللي أنا فيه بالعكس هيعاقب الشيطان وهيعاقب كل الأشرار اللي تعبوني وهيعلن خطياكم ابعيدوا عني يا جميع فعلي الإسم لأن الله قد نظر إلي باسم الآبن والروح الكدس الإله الواحد أمين الإصحاح الخامس والإصحاح الخامس يعتبر صلاة من القلب كختام للسفر وتحديداً لآخر إصحاح كأن بعد ما آخر إصحاح الإصحاح الرابع انتهى بألام الإبن الضال وقد إيه عنده رجاء في نصرة ربنا يتحول الكلام لصلاة لربنا حتى ما يمد إيه ويخلص الإنسان من خطياء إصحاح جميل ومليان رجاء بالذات في آخره أذكر يا رب الحالة اللي إحنا وصلنا لها اتطلع وأنظر اللي حل بينا كل تحويشة عمري من الحياة الروحية بينهابها الشياطين وبينهابوها الأشرار بقيت عامل زي يتيم بلا أب أو أمه أرملة أقصد كإني بعدت عن أبوي السماوي أبانة ألازي في السماوات ما بقتش لقيه الروح القدس اللي بالنسبة لي كان مية بترويني دلوقتي مش لقيها وبقت ضفد غالية قوي الحطب اللي كنت بشعل بيه نار الروح القدس جوايا دلوقتي مش عارف أجيبه ولا بأي تمن عدو الخير بيلطبني على عنقي بيتعبني وما بقاش لي راحة في داخلي بقيت أمد أدية أشحة حب واشحة شهوة من اليمين ومن الشمال بقى لي أباء جداد أباء خطية علموني وتدلوني على طريقها هم غلطه ودلوقتي مش حوالي أما أنا فمكمل على خطياهم بقى بيتحكم فيي عبيد بقوا بيحكموا علي وما حدش بيخلصني من إيديهم بعد ما كان ربنا مخلي الشياطين عبيد عندي وسلطان أدوس الحياة والعقارب دلوقتي بقوا بيتسلطوا علي بالعافية ألاقي حتة خبز روحي ناشف أكله وتقوت عليه حتة التوبة واللقاية والشياطين ورايا بالسيف عايزين حتى دي يسرقوها مني كل أعمالي بقت لونها إسود من كتر مقلبي هو اللي مليان جوع روحي وإسود يا ما أزل الشيطان نقوتي وأفقطني بسطتي وطهرتي أنساني عدو الخير حكمة الشيوخ والأباء أقوالهم اللي كاي بترشدني مبقيتش عارف أهتدي بيها ولا أنظر لوجههم أخد قوتي وسلبها وخلى كل طقتي متجهة للشر زي ما شمشون زمان أخدوه واستعبدوه عشان يتحن لهم ولا يشل لهم الحطب كعبد صغير ضعيف مزلول فين أيام ما كنت باخد إرشاد الأباء عند باب الكنيسة أو كنت أبقى مع الشبان اللي في سني ونقعد نرنم ونسبح ده كفة وده انتهى راح عن قلبنا الفرح الروحي وصارق صنا نوح الإكليل اللي كان معد لينا سقط من على رأسنا ويل لنا لأن احنا أخطأنا عشان كده حزن قلبنا فينا عشان كده ازلمت بصيرتنا الروحية قلبي اللي كنت شايفه جبل لصهيون يحيى فيه المسيح للوقت بقى مرتع للسعالب لا يا رب جبل صهيون قلبي ده كرسيك تجلس فيه للأبد كرسيك إلا دور فدور ما تنسناش يا رب للأبد ما تتركناش طول الأيام رجعنا يا رب إليك علشان نعود ونتوب جدد لأيامي زي زمان رجعني ولد صغير فرحان هل يا رب انت رفضتني رفضتنا خلاص هل غضبت علينا جدا أبدا انت تعود وتحيينا أنا شعبك ومراسك وقلبي كرسيك وعقلي وفكري وكل كياني ملك إديك توبني يا رب فأتوب بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الإصحاح الرابع والإصحاح الخامس ضمناهم على بعض لأنهم مع بعض بيعبروا عن مشاعر الإبن الضال بالزبط اللي موجودة في لقى 15 في المثل بتاع السيد المسيح بتاع الإبن الضال يعني مثلا بيقول في الإصحاح الرابع في أوله إزاي أنا اللي كنت عايش وسط الدهب يقصد بيت أبوه إزاي اللي كنت عايش وسط بيت مقدس مليان بالحجارة المقدسة دلوقتي البيت تكسر في نظري والدهب راح وبقيت عامل زي إبريق خزف من عمل الفخاري سهل الكسر ويقول بمنتهى الوضوح أنا اللي كنت باكل أكل فاخر دلوقتي أنا في الشوارع أنا اللي كنت متربي على لبس الكرموزي الأحمر الداكن وده لبس الملوك دلوقتي باحتضن المذابل يعني عايش وسط القمامة وأكل الخنزير بالزبط ده مثل الإبن الطال كمان لما بيقول ده أنا كنت عايش وسط القدسين قلبهم أنقى من التلج ووجههم أنصع من ضياد اللبن دلوقتي كم من أجير يبقى عنه الخبز وأنا أهلك جوعا وده اللي بيقوله في الآية رقم 9 ياريتني كنت موت بالسيف أهوا من أني دلوقتي بموت موت بطيء من الجوع بعد كده يقول إزاي أن الأصدقاء والأصحاب تفرقوا عنه بعد ما هم اللي عرفوه سكة الإثم والخطية الكل تفرق عنه لما ابتدى هو يا جوع لكن يرجع لنفسه في الآية رقم 20 ويقول أنا مليش غير ربنا هو اللي كان النفس اللي بتنفسه هو مصدر حياتي لابد أني أرجع له وأترمي في حضنه فيبدأ الإصحاح الخامس ويقول أذكر يا رب الحالة اللي إحنا وصلنا لها بص إحنا وصلنا لأنه عار أنا بقيت عامل زي واحد بلا أب لا 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 أنا لسه لي أب وهرجع له ويبتدي يقول له يا رب هو هتنسى مراسك أنت الملك على قلبي كرسيك هنا جوه قلبي ويختم ويقول جدد أيامناك القديم يعني رجعني ابن تاني زي ما كنت زمان ابن ليك في أسرك وفي بيتك وفي حضنك وكأن فاضل بس حتة واحدة في سفر مراسي أرمية إن الأب يتبح العجل المثمن ويقبل ابنه ويلبسه الخاتم لكن مراسي أرمية مزالت في العهد الأديم أما العجل المثمن والخاتم اللي هيلبسه في أديه والحزاء اللي فرجله فده شغل الآب اللي هيعمله في العهد الجديد لما يبزي ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية يعني تقدر تحط لقى خمستاشر بعد مراسي خمسة وكأن قصة الابن الضال لا تفهم إلا من خلال العهد الجديد دم المسيح هو الوحيد اللي قادر إنه يطمن أرمية ويقول له أنا جي تدفع التمن عشان أنت ترجع تدخل تاني وأجدد أيامك القديم وترجع ابن وأنا الأب